يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ثم يقول أيضا سبحانه وتعالى في سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم والله يريد أن يبين لكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من فقه المرأة خصصنا هذه الحلقة لبعض أحكام الصلاة التي نسأل عنها كثيرا وكلنا أعلم أن الصلاة هي عبادة يهتم بها الله سبحانه وتعالى لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام ومن هنا فإن الله قد تكفل بتشريع كل ما يخص بالصلاة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة وقال سبحانه عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ونحن نعلم بصفة عامة أن التيسير والتخفيف في أحكام الشريعة الإسلامية هو القاعدة التي تقوم عليها هذه الأحكام فحينما يقول سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إذن التخفيف والتيسير هو إرادة الله سبحانه وتعالى وهذه الإرادة معللة بقوله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا ومن المعروف أيضا أن هناك رخص وبدائل تعم جميع العبادات ابتداء من الطهارة انتهاء بفريضة الحج ونحن نعلم أيضا أن الطهارة شرط لصحة الدخول في الصلاة وفي عبادات كثيرة تتوقف صحتها على الطهارة من ضمن التخفيفات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للإنسان في الصلاة تخفيف الجمع والقصر بين الصلاوات وطبعا نعلم أيضا أن من مناسك الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في يوم عرفات بين صلاتي الظهر والعصر جمعي تقديم وتقصير أي أن بدل ما الإنسان يصلي أربع يصلي إثنين وأيضا في صلاة المغرب حصل جمع تأخير في المزدلفة تأخير صلاة المغرب وجمعها مع صلاة العشاء وبنسمي ده جمع تأخير يبقى الأول جمع تقديم والثاني جمع تأخير طيب هل يترى هذا الجمع قاصر على أعذار نصت عليها الشريعة الإسلامية نصا أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفرد بصورة من صور الجمع بعيدا عن مناسك الحج جمع الصلاة الفرائد بين الظهر والعصر أيضا وبين المغرب والعشاء دون عزر دون عزر إذا لما كانت مشروعة لنا كانت مشروعة بالعزر ولذلك إحنا دايما نقول إيه طب السفر قدي إيه طب وهنقض كم يوم عشان نقصر ونجمع ودايما نسأل كده من أعذار التي تبيح الجمع وتبيح القصر المرض السفر الوحل عدم نخروج بسبب الوحل أسباب الله سبحانه وتعالى شرح وهناك صورة من صور الجمع دون هذه الأسباب وأنا هقول لكم الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه عليه الصلاة والسلام جمع ما بين ثمان مرات أو سبع مرات دون عزر دون سفر دون مرض دون وحل فنجد مثلا البخاري ومسلم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر من مطر ولا مرض طيب إحنا دلوقتي نتيجة هذا الحديث يبقى عندنا وقتين بيجمع فيهم الصلاة وقت الغداء اللي هو ممكن نجمع فيهم بين الظهر والعصر ووقت العشي بالليل صلاة العشاء ونجمع معها المغرب ونجمع العشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما نستطيع ترجمة نانسي قنقر